موسيقى كما جميع المغاربة نرى في واحد الفيديو لذي واحد تلت يام أو ربع يام واحد الأم بينات ولدها في واحد الكاج وكان ذك شيء مؤثر بزاف وبالصفتي أنا تنقول كمسؤول على المؤسسة وبالصفتي كأب كذلك ليه نرى شيء فضيع جدا لن نسمح به يكون في المغرب هالطريقة ديال هالوليدات نحطهم ونسدع لهم لا هذي ما يرضى حتى واحد سيدنا اللي ينصروا لن يرضى أبدا بالمغربة نشوفهم في هذه الوضعية أولا بغيت نوضح لأخوتي المغربة شيء واحد على أن هالوليد كما قدمته لما شيء مغير الحقيقة دري راح في الجمعية هذي كثير من 12 العام وهو معانا في هذه المؤسسة ومقابلينه وعندوا التقارير ديره والدولة الدولة مثلا التعاون الوطني تتخلص عليه تتكلف به وهذه سنة متعددة وعندي الصور دياله داخل المؤسسة أقسم لكم بالله لم أنا الوليدات كلهم ما تنعرفهمش ولكن لماش ذاك الوليد تأثرت ومن بعد من لي دخلت المؤسسة قالوا لي هذي الوليد رعدنا أعطوني الصور دياله تفاجأت واحدة المفاجأة كبيرة الله يا عباد الله واش دريت بينهم تياكل تياكل الحاجيات دياله وهذا الشي فضيع الأم خصة تنقيه خصة تصوبه خصة تحلو هذي الوليد هذي رأي أنا أعطوكم الصور دياله داخل مؤسسة إلا شتو هراء هذي المغاربة إلا شتو هذي الوليد رأي أقسم لكم هذي الأم عنده جوج حلول أما تعتقدر المغاربة على هذك شلي درت ولا أنا ولا الجمعية بقى نقول الجمعية غطرف به هذي دعوة لدى السيد ووكيل الملك لأنه شو هات هذي الوليد بيدون حق إلا بغى تسعى شغل هذي داك تسعى ولكن الوليد دوزون لنا في ذلك الشكل أبدا هذا مرفوض إحنا المغاربة فينا واحد القضية نبغي الحقيقة الحقيقة إلا بغى عنكوها لإنسان سيعونك هذي دا كون جات وقال لك مئة درهم تتخلصها في الشر هذي تتخلصها عندها خمسم مئة درهم تجيب تتخلصها هذي المحسن في هالين خيرات وفي هالتأمين وفي هالشيح ويجد اللوازيم دياله هذا هو اللي عندها خلاص في السنة ثانيا هذي رجعت هذي رجعت ودخلها جات يمكن في شهر عشرة شجلات ولدها شجلاته أملي عيطوا على باش يبدأ يجي الولد بحل لأنه عفته في الحجر الصحي تيجي تدريجيا ماشي كلهم كاملين وتتكون دراسة عن بعد واللي مسؤول على ذاك اللي تتواصل معها الأم تتقول الأم أنا در تكسي دار عن عيارها ما نقدر شي ولكن نحن مليش في هالفيديو تغييرات عندنا الوضعية إذن بغينا غير نوصل لواحد الخبر أنه هذا شي اللي قدت الأم راه غير صحيح في ذاك الوليد عندها ما عندهاش ما تتربعش هذا ما ندخلش فيه ولكن الوليد في ذاك الحالة راه وقسموا لكم بالله إلى تشوه الدري هذا أحد الأم اللي نعطيه تصاور ديال وليد ديالها كي دير في المؤسسة تلعب مع أصحابه مثل لو قمع في ذاك الفارم فين كان الحيوانات ديالها مع المنوربين دياله تمشي تدير طوال دياله فينه تيجي في ترانسبور دياله تيجي في والوليدات فينه هاد المشكلة هاد اللي هدري هاد بينا تلنا بواحد الوحش وتتقول 18 عام ونسدعلي هنا كده ذاك الحالة فيش في الوليد هاد هاد هده حالة اوقسم لكم بالله لا نرضيها حتى الحيوانات هاد شي شي فاضيع جدا هاد الأم هاد رام يا أم أنا ننسى نقول أم تقي الله يا الأم في هذا الوليد ارجوك تقي الله في ذاك الوليد وإحنا راه الجمعية رام حلولة لك وذاك الوليد راه وذاك الوليد بالله ما تقي الله في ذاك الوليد أنت طلبي ما عندنا مشكلة طلبي ما عندكش الأدوية طلبي ولكن الولية تبين في ذاك الشي أنا سمح ليا الأم مع كل احترامة لك رأى وقيلة رأى بعيدة تكون أم تصلنا بها تصلنا بها غير اليوم من عمز باش جي عدنا ومجاتش باش نعطيها باش نسف سراع على ذاك الحالة ديال الطفل مجاتنيش رادة بحنا لتأجنا تشوف تيفي لأسباب أنه تنحتارم وهذه القناة وهي قناة عنده واحد نوع من مصداقية المصداقية عنده كبيرة وتنبغي نوضحه المغاربة باش ما نكونوش حنا مغربة ضحية باش يضحك على اي واحد الوليد تنقول لكم الوليد هو المؤسسة احنا الجمعية فاتح لها الباب ما تخلص والو إلا كان غير هاد الميدرهم لغادي تدير فيها دريف هاد القاجر إلا بلا ما تخلص حلا ميدرهم لأولو جيب الوليد الدولة ما يمكنش رأى بقي تنقول لنا الدولة تدير مجهودة احنا ما مرتاحينش مع الدولة في هاد المجال اجتماعي عدنا المشاكل كبيرة ولكن تنقولو راه كين كين ولكن باقي المزيد ولكن تنتمنى انه هذا لأم تعتادر هذا هو الخلاصة وتجيب الوليد المؤسسة ديلا ونساعدوها احنا مستعدين ان يدوزوا لهيد المساعدة في إطار حتى لهيه لانه الدور دينا كجمعية ما شغل الدور ديالأطفال حتى الدور كمواكبة لعائلات كذلك إذن اللي عندها هي شي حالة نفسية والشي حاجة الأطباء دياله موجودين ونحن مستعدين نتعاون معها هذا هو اللي خصني هذا هو اللي بغيت نوصل على ديالأم ولو كذلك المغاربة وأولا نشكر المغاربة لأنه المغاربة تيتفاعله مع نوع ديالحنان المغاربة كل سيدق سنقولها وباقي نقولها المغاربة حنان هي واحد الفيديو دي واحد ثلاثة ايام أو ربعي ايام خرجت واحد الأم تتقول على أنه وصدت على ولدها في واحد الحديد ديال الكاج حبس حبس نقول لكم سيجن سيجن أرحم من هذا السيجن أرحم من هذا كفين ديرته وخلاته تيحيد حواجه وخلاته تيدير الحاجات دياله وتيلعب بهم بالديه وتتقول لك على أنه 18 العام وهي سدى عليه وما عنداش إمكانيات ومهرسة وعنده واحد سبع مئة درهم ديالاروتريت ديالراجلها وشكات وجمعيات ديالتوحوت يطلب واتل ثلاث درهم يا بدان يا ريخوان هذا هو اللي قالت لأم يا عندك شي اللي قالت لأم فاضيع في المغرب ديال 2020 أنا تنقول هذي شيخ سنحرب وتتحيد احنا والسيد نتيدي واحد المجهود كبير فيه ادطار مساعدة لأطفال المعاقين والمعاقين بصفة عامة وحنا نرجع نبينه بحال هذه الشكل هذا رعيب نخص نستروه نقدوه ره ما كان شي جمعية ما كان شي عمالة وحنا عدنا شتركة مع العمالة في السيدات هذا السيدة ما كان شي عمالة ولا ما كان شي مسؤول اللي غادي يشوفه اللي غادي يمشي يشوف واحد الوليد بحال هذه الشكل يقول لك أنا ما عندي في غرض هذا آه سمح لي احنا المغربة تنعرفوا بعضياتنا أنا الأباء اللي منخرجتين في الجمعية ولا تنعرفهم عندهم ولا ما عندهمش وليداتهم في عينيهم تتمحنوا معهم وتكونوا معهم لأن الهدف ديالنا احنا الهدف ديالنا هي قبل أن نرجع لك واحد لقاديا قالت قالت لك تمنى النهار دياله قبل النهار ديالي هذا كلها تنقلوا احنا كلها كلها بالطبع من أنوج بد تنقلها تنقل يا ربي النهار بنتي قبل مني لأنه عندهم حالي عقامة ما كانش اللي غادي قابلهم كما تنقبلهم احنا هذه مسألة لا تناقج ولكن الأباء اللي هما داخل المؤسسة وليتنا عرفه وقسم لكم بالله اللي ما شتش شيء أب اللي قدر يدير بحالة تشكل مشتوش ومن اللي نشوفه ما نخليش وغد نواجهه بكل صدق ما غدش نكتب عليك لأن الدور ديالنا هو الدور طوعية آه والدور ديالتحسيس والدور ديالدفاع عن حقوق دياله هذه الوليدات بغد النظر عندهم حنا تنعمل هنا حنا تنساعد هنا من كلها بكل صدقهم الفقراء واللي ما عندهم شو اللي الدولة تدير واحد المجهود باش تخلص عليهم إذا إلا الدولة تتخلص وتدير مجهود والجمعية دير مجهود خسل أباك هذلك يتوني مجهود رأي الكبدة هذيك وما هي الكبدة تسد عليها ما يمكنش سمح لي يا شتريف لو نجي نقول لك أنا المعانات اللي أنا تنعانيها رأي ربي خليها من هال من تنقولوا إحنا هذة الوليدات غلي يديرونا لجنة بهذا الأعمال يتنديروا معهم هذة كرفيز رأي بالصح هذة كلام صحيح لأنه تنتقرصوا معهم أخويا رأي عندي هنا بنتي 28 عام إلا ما بدلش لها هل يكون سمح لي يا ما يتبدلوش إذا هذا هو لأباء نقولها لك وتنتمنى من جمع لأباء كيفما كان نوع ديرهم يرعي ولهاد الوليدات لأنه معامل الخير ومعامل براكة وهما اللي أساس أنه تنتمنى وأنه نكونوا درنا واحد للعمل مع الله عمل صحيح هل المركز هو تابع لجمعية أباء واصدقاء الأطفال المعاقين دهنيا نوقع المدخلة اليوم يريد أن نوضح واحد جزء من الحقيقة تخص الفيديو الذي تنشر على طفل مدهون وسامة اللي كانت تصور فضعية الحقيقة هي صادمة أنه مسجون في داخل واحد البيت اللي ما كيحترمش أدنى حقوق من حقوق الطفل الجزء اللي بغيت نتكلم به هو أن الطفل المدهون هو الطفل كي يستفد من خدمات الجمعية جميع الأطفال المعاقين دهنيا وتم دمج داخل هذا المراكز منذ سنة 2013 وكي يستفد من ناحية المالية من دعم لخصصتهم للدولة بالتكفل الأشخاص المعاقين دهنيا في إطار صندوق التماسك الاجتماعي التي تشرف على تسير مدرية تعاور الوطني ووزارة الوصيل هذا الطفل سيستفد من خدمات الجمعية وفي إطار ما نسميه بمشروع الفردي التفكيخ ضع دراسة السلوك من طرف طاقم متعدد التخصصات من بعد الدراسة السلوك والحالة النفسية والسلوكية والعضوية كاملة يدعون هذا المشروع الفردي وفي أخرى كان على شكل هذا الوثيقة المشروع والخدمات التي نقدمها في هذا المشروع كان الرعاية النفسية ترويض الحركة تربية النفس الحركية ترويض النطق والتربية الخاصة نوع جميع هذه الخدمات يستفد منها الطفل هذا داخل المركز بالإضافة إلى الناقل والتغذية وأنشطة ترفيهية ورياضية يعني تشمل الإحاطة الشامية والحالة النفسية والعضوية للطفل من جميع النواحي سواء النفسية منها أو العضوية لأنها كان إشراف الطبيب العقلي طبيب النفسيين والمراوذين والحركيين والتروي النطق كانت تخلقوا أن هذا الطفل خدع المجموعة من الإجراءات التربية والعالجية التي كان ساعدته أنه يتطور ولكن الحظ في نفسي و المني بزاف هو الذي يرى هذه الحالة التي تصور فيها في الفيديو وهناك انتكاسة كبيرة التي عرف الطفل السؤال التي تطرح هو لماذا وقت هذه الانتكاسة لماذا تحجز داخل المنزل والحجر السحي التي تجعل الأم توقع في هذا الخطأ التربوي ولا جسيب ولكن الطفل داخل المركز شيء آخر لأنه لأنه أنشطة ومرافقة للمربيين والأطار التابعة والشبه التابعة لأنه تصل إلى تطور إيجابي للشخصية توقع لأنه تفهم اللغة تحاول أن تحاول أن تحاول أن تحاول لأن المرحاة و الأكل و الأكل مراقب إذا أمريكا تكون مرافقة مستمراء ومراقبة له دائما أطفال وخاكم إعاقة الدينية يتحسنون الإشكال وخطأ التربوي الذي وقعت فيه هو إهمال لأن أمريكا نسد على طفل وفي داخل البيت ونخليه بشكل مباشر سيقع في التراجع في النمو نطلب هذه الأم تستمر كما السنين تستفد من الرعاية الشاملة والعامة داخل المركز وتحسنت حالة أن تستمر وخاكم هذا التعليم عن البعد وكانت التعليم الحضوري على طريق تفويج مرافقة من طرف الأخصائي النفسي والطبيب العام تستفد من هذه الخدمات ولكن وقعت في العزال في العزلة توقع مواقع وهذا غير مسموح لأن كان راسي دماري وكان مجهود المكتب وكان أطر خدمات سنين حتى تحسنات معقول أن أعاقة عميقة وصعبة ولكن ستحصل لأن نخضع رعاية كبيرة مكتفة ومكتفة وتحسنات الحالة لذلك كان تبقى مرتبطة بالطاقم العلاجي والتربوي وتبقى اتصال لأن أهل الواتف مفتوحة في وجوه الأباء التواصل عن بعد عن طريق الواتساب ديما يوميا نعمل حضوري حاليا لأن الطفل يمكن يستفيد منها ولكن لماذا تدخلات الأم والإبناء في هذه العزلة وهو شيء غير مفهوم ونرفض أن الأطفال وصلوا للمشكل هذا ولملاحظ والحساس والحالات التي تبقى مرتبطة بالمراكز وبالرعاية عن البعد وكان صعوبات ولكن لم يصلنا إلى المستوى التي وصلت إليه وسما وكانت أسف على هذه الحالة